مساء الخير مساء الخير عليكم مساء الخير عليكم مساء النور مساء الهنة صباح الخير صباح الفل في اي وقت يكون الفلورز موجودين فيه هارده جاد طبعا جاي يكلمكم على المضب بجد انا المضب جبت اخر منك المضب اللي عاملة نفسها الحبيبة العزيزة وهي كلبة معدودة من ايدها عاسوا يا جماعة انا باتكلام الكلام ده في شهر مفترج انا كنت ناوية اطلع والله واتكلم في الموضوع ده بس الست المضب دي المضب مش جايبها يعني مش هتجيب لبر مش هتجيبها لبر صراحة يعني المضب عايزة تولع الدنيا نار وبتدفع عن واحدة في يوم الايام مسكت جزها هزايته وشتامته وطلعت سلسف الجدود ابوه وفي النهاية جايين دلوقتي عوعو وهوهو زي الكلاب وجايين يقولهم احنا عملنا فيك ايه عشان تطلع تسلط علينا بلطجي او تتكلم علينا او تجيب سرتنا او تقول الراجل لما طلق مفتريت بردو وقال لها باي باي مع السلامة وكل واحد راح لحاله مش نهاية الكون مش نهاية الكون ان واحدة تتجوز واحد ويتطلقه بصراحة يعني يا ما ناس اتجوزوا مخلفوا ومعهم دوسة عيال واتطلقوا وبقوا اصدقاء وبقوا اخوات وحبايب في الله فمفتريت بردو طبعا لما عرفت ان طلقها هيتجوز طلع بقى عمالة مسلطة ضبوا عليه وانت عارف يا ضبوا ما عارش ضبوا ديه دكتورة في ايه بالصراحة يعني فيش واحدة دكتورة مسقفة بتعرف ربنا وتطلع تشتم وتقول الالفاظ دي وتجيب صورة سيرة الاطفال البرقة اللي ملهمش اي زم انت يا امو ضبوا مشكلتك معارضة انت ومفتريت بردو انتو الاتنين مشكلتكم معارضة ايه اللي بجيب صيرة والدته واللي بجيب صيرة ولاده البنات المحترمات وايه اللي بجيب صيرة اهله المؤدبين اللي مطلعوش جابوا صيرتك وتكلموا عنك انت والرئيسة بتاعتك مفتريت بردو صح ولا انا غلطانة ضبوا لما نفسك يا ضبوا بالله العظيم لو انا مش فرما والله والله بصي انا خلاص جبت اخر من كلك قد كده هو قد كده هو وعليك الضب قد كده هو يعني نعيبه الناس والعيبه فينا انت العيب فيك يا ضبوا انت مالك يا ضبوا لا انت من باقي اهل مبترية ولا انت من باقي اهل اي حد ده اخواتها ما بتلعوش يدفوا عنها اخوات مفتريت بردو ما بطلعوش يدفوا عنها ضبوا انت عايزة الريتشي يا ضبوا بتاكل ازاي بتاخد فلوس حلال من الريتشات ومن الفيلورز يا ضبوا والله العظيم انا لو انا مش فرمضان قد تطلع تعرفتك مقامك انت واحدة صيعة واحدة ملكيش راحت اللازمة واحدة عايزة تعملي لنفسك قيمة وسيمة عايزة تعملي لكي سعر قدام الناس وانت ما تسويش يا ضبوا مفتريت فرنسا عمالة طلعة بتعمل الريتون بتاحها وعمالة شغالة اللهم صل على النبي وانت يا ضبوا طلقاقي زي الكلاب النباحة اللي بتنبه كده على العمال والبطال وبتهري ومع ذلك عمالة بتشتمي في الراجل المؤدب رضا راجل محترم وابن ناس ومؤدب وهو راجل ما يعيبوش اي حاجة هو راجل ان شاء الله يمشي وشلح هو راجل هتترمي نفسك وما تعودش تقليفي كلام تعودش تجيبي كلمة من بعد وكلمة من قريب ما تعودش كده شيطانك يضحك عليكي وتقعود تهني في الراجل وفي أولاده هو راجل انا قلت مش هيعيبو حاجة الواضح ان انت ست مهزقة وعايزة تهزيق ومش محترمة وعايزة تربية وانا اللي هربيكي ضبو 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 يا بنت المكسحة يا بنت المكحومة ده انت يا ضبو طلعت مرة عملت لايف ان امك ماتت عشان ان امك تعبت راحة المستشفى عشان الريتش بتاعك يا لا قلت ضمت امي توفت انت وفتي امك وامك لسه عايشة وطلعت وعملت ميتامها وعيطتي عشان الريتش بتاعك يطلع يعني انت واحدة مع دومة الضمير ما عندكش دم ولا عندك دين واحدة تقول على امها ان هي ميتة مجرد ان امها تعبت شوية تعبت شوية وراحت المستشفى تطلعي انت يا ضبو تتدعي الكاذب على الفيروورز وتقولي انه امي ماتت ونفاجئ بعدها بيومين الولية طلع بتقول انا حي ارزق اصدقات بنتي فاكرة ان انا ان كان الدكتور يعني المعالج لامها في المستشفى طلع عليها البقاء لله وان هي طلعت وحدة تانية اللي ماتت وانا لست عايشة وبعدين انا بشوف مدى حب الناس ليا المجاري اللي انت بتطفحها دي عيب يا ضبو ضبو يا ضبو والله يا ضبو اكسم بالله يا ضبو انا العند دلوقتي سكتة انت هتخليني اضيع صيام النهاردة والله مسكل ثانية ضبو بصراحة يعني لان انا كذا مرة اقول لسانك ده عايز اطعو ده حاجة ثانيا يا جماعة الراجل في حاله انتو اللي بتديته انتو اللي جرجرته ان هو يتكلم انتو اللي بتجرجروه انت عاملة محتواك كله على رضا وولاده انت عاملة محتواك كله على رضا وولاده زي مفتريت بردو او مفتريت فرنسا بتاعتك دي الرئيسة بتاعتك اللي بتبعتلك باليورو عشان تسد بقك مش الدرجات دي اطلع اشتغل يا ضبو طلع جوزك العجل يطلع يشتغل يا ضبو بدل ما هو قاعد ابو لغليغ قاعد ياكل ويشرب على قفة مرة عملة بتهزق في الناس طلقك زي الكلبة كده اللي بتنبه على الناس لم نفسك يا ضبو والناس هتلم نفسها واللي انت بتقول عليه بلطجي راجل طيب ومحترم عارف الصح من الغلط المحلاوي عارف الصح من الغلط وعارف هو بيعمل ايه المحلاوي لما عارفك ان انت مرة سرسارة مرة غلاطة مرة عملة كل شوية بتغلطي في الست في الراجل المحترم وعيلته لان راجل فلاح ريدا ده راجل فلاح راجل مش معارع عن وشه راجل عايز يعيشه وولاده في هدوه طالع انت بقى مصلتاك يا ضبو لما عارف ان هو هيخطب وهيتجوز طالع بقى مسكسرته زي اللي بانا ببؤك عملة بتقوله مين اللي هترضى بيك مين اللي هتتجوزك مين اللي هيتجوز عيالك انت مالك انت مالك يا ضبو ايه اللي حرقك ايه اللي تعبك ايه اللي اهرق قال له هو كان جوزك كان جوزك يا ضبو لم نفسك واحفظ لسانك والله 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 العظيم انا لسانة اطول منك وبعرف ارد لان بصراحة انا دخلت له استاذ رضا استاذ رضا الضبو دي عايزة تضرب على فرشة بطنها انت سايبها ليه قال لي يا استاذ اضحى رمضان كريم قال لي يا استاذ اضحى رمضان كريم هعمل لها ايه يعني مرة شرشر هعمل لها ايه مرة مالهاش ظوابط ولا رابط مالهاش راجل يشكمها مالهاش راجل يقول لها عيب انا هطلع وقول لها عيب وقول لها لم نفسك اذا كان ده هي محترمتش نفسها ولا احترمت الراجل البقف العجل اللي هي متجوزها هتحترمني انا خليها تقول اللي هي عايزة تقول وانت يا محلاوي ايه وعد سيب حق رضا انا فرحانة منك ومبسوطة بيك قوي هي عايزة كده هي هتموت من ساعة منت طلعت دفعت على الرضا بصراحة فرحانة ليك ايه من المحلاوي فرحانة بيك جدا ومبسوطة وانا بقول لك شابوع اللي انت بتعمله هي عايزة واحد كده زيك واحد يديها من المنق يا خيار واحد يديها كده على افاها وقفة اماها المكحومة اماها المكحومة اللي عايزة ضرب الشباشب والله يا ضبو اللي حيشن عنك رمضان والله للاش الناس المحترمة الفيلورز متابعين اللي معايا دول يقول لنا ست مهزقة والله كنت هزقت بس والله يا متابعين غزبا عني لان الست ده يعني فاضل كيل وتفح منها ست مهزقة مصرية من مصر من بلاء والله من شارع الهرم ست مش محترمة مع الريعا وشها لعندها رمضان ولعندها رجب ولعندها شعبان وعمالة بتهزق في راجل فلاح كان متجوز واحدة من مدينة بردو تبع فرنسا واتطلقهم وليه وليه طلق بتاعت بردو وسبها ورجع لعياله ورجع لامراده او ان هو هيتجوز واحدة تاني فليه وليه يعني فقامت راحة بقى مسلطة ضبو دي ان هي تقعد تشتم وتهزق في مين في رضا هو وعياله معملة بقى بتقول بتقول كلام ما يتليبس عليه دو بتقول كلام اعوز بالله من الشيطان الرجيم بصراحة يعني ايه زنب البنات يا ضبو زنب ولاد رضا ايه ضبو حرام عليك ده انت انت وليه ان ما كانتش لك وليه ان انت ملكش بنات لك رجبة متنية ربنا ممكن يفضحك في اي لحظة ما تفضحيش البنات يا ضبو البنات ملهمش زهم كل واحد بتجاوزه وطلق يا ضبو تفضحي بنات وليه ربنا يفضحك بحق هدي الايام المفترجة يا بنت المكحومة بنت الملغليغي يا راخر ضبو انا للمرة الاولى والاقيرة بقولك لين من عبسي وانا من عد ان انا مطلعش واقول الفاظ مجرد لفظي حتى لو لفظي مش هيجرح الفيلورز بتوعي والله بس انت بتضطرين اعمل كده اقول كده حدوتها مصريعة ما انا بتكتله بس مش قادرة توصل اللي هي عايزة توصله انا بابا جيبلك من الاخر يعني خير الكلام مقلة ودل انا كده انا القشاية التي قسمت زهر البعير فهمتي فانتي لم نفسك الناس مش نقص فيعني انا طلعت بس بديكي انذار في اللي انت بتعمليه لان انتي لو لم يديش نفسك انا اللي هلمك ويا استاذة ايمان ايمان مصرية لو اهل اهل عيلة ابو العيلة عايزين حقوم تواصله معايا لاني سبق وانا قلتلك تواصله معايا يا ايمان ايمان مصرية تواصله معايا مثل مرطات المهندس محمد ابو العيلة صاحب القرية السياحية اللي هي في الفيون فهمه على ابواب قرية تواصله معايا اي حد اي حد اي حد تابع لحق لحق ان هو ياخد حقه في ملكه في على ابواب قرية اللي هي القرية السياحية هي تابع المهندس محمد ابو العيلة اللي هي مرطاته وبنته وعيلته مش مش مفتريد برضو واخوها ابو منا ده لا دول ناس اخدوا القرية واستولوا عليها خدوا وضعيات ماهم همش حد وطردوا مرطاته لان كان الراجل عايش في المانيا وتجوز واحدة المانية واحدة مصرية هم مخلف من الاتنين فهم دلوقت اطردوا واتدربهم بسبب اسمه ايه؟ المرعب اللي مسمى نفسه مرعب وانا لو شفتك هشب شبك المرعب اللي فاكر نفسه راجل انت مانتاش راجل انت راجل مهزق وحرامي واكل اكل يتامة ونايم على قرية بحالها قرية سياحية بحالها بس مش اسيبك فانا عايز لحد من قريبه واتواصله معي عندي الفيسبوك دوحة شلبي عندي اليوتيوب حكايات دوحة او دوحة شلبي عندي التوك توك عندي جميع المواقع وعندي الاتستجرام كل المواقع كتب دوحة شلبي هتظهر لك اي حد من طرفهم انا عند استعداد انا تواصل معاكو هتبنى الموضوع اعلاميا وكل حاجة وحقكو هيرجع لك وانا انا اقدر الحمد لله بعد ثقة الله سبحانه وتعالى ان شاء الله فانا طلع بس قدي انذار لضبه فوالله ضبه لم نفسي يا ضبه يا مفتريد بردو يا مفتريد بردو يا مفتريد بردو يا مفتريد بردو لم يضبه لم يضبه وعيب لم يمات بقى لم يمات بقى من قرمتك لعند دلوقتي محدش كاب سريد بناتك بناتك بيطلعوا يلبسوا قط وفي عيز رمضان سايبين شعرهم ولبسين قط ومش عارف يس يام ايه اللي هم بسموه ده انت يا مفتريد بردو مفتريد فرنسا ولادك ازاي بيصوموا ويعارفين ربنا وبيطلعوا بقط وطلعين سايبين شعرهم وعايد زي الايام العادية يا شيخة تب حتى احترمي نفسك احترموا نفسكو حتى في الايام المفترجة دي يعني لموا نفسكو ايه مش قادرين تمسوكو نفسكو في الايام المفترجة المباركة دي اللي ربنا فرضى علينا ده تلاتين يوم او تسعة وعشرين يوم في السنة لابد ان احنا اللم نفسنا نحترم نفسنا على الاقل على الاقل ربنا يتقبل منا صيامنا وصلاطنا وقيامنا وتقبل منا دعاءنا ايامي احنا شكرا